السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان رئيسي يقول أشد فتكا من كوفيد 19 دراسة اسبانية تحذر جايحة جديدة مرتبطة بكورونا ستعصب بالعالم كما كتبت اليوم صحيفة المصر اليوم تقول دراسة اسبانية تحذر جايحة جديدة مرتبطة بكورونا ستعصب بالعالم كشفت دراسة اسبانية لإسان عن جايحة قد تعصب بالعالم بعد انتهاء وباء كورونا ولكن قد تكون أشد فتكا من كوفيد 19 الدراسة أعدها معهد برسولونا للصحة العالمية ولذي أكد أن مشاكل الصحة النفسية الناجمة عن جايحة كوفيد 19 تصبح جايحة التالية وفق الاسبوتوني وقال معدو التحقيق أثناء عرض التقرير أن الصحة النفسية للناس تعرضت للانتهاك في آن واحد من جانب آليات متعددة وسمة حاجة إلى اتخاذ جراءات عجلة بشأن بشأنها وذكروا أن تكاليف الاقتصادية العالمية المرتبطة بمشاكل الصحة النفسية ارتفعت إلى تريليون دولار أمريكي سنويا ولم يتمكن 85% من المصابين بإضطرابات نفسية من طلق العلاج في البلدان الفقيرة المتوسطة الداخل ما تسبب في أزمة عالمية غير مسبوقة وفقا لوكالة شين خوب موضحوا أن نجاحة كوفيد 19 أثرت على صحة الناس وأيضا على أهدافهم الشخصية وديناميات أسرهم ودورهم في العمل واستقرارهم الاقتصادي أما العامل الأخرى التي عمقت هذه الأزمة فتشمل تعديد الأدوار الأسرية والعنف الأسري والعزل والوحدة والحزن بسبب فقدان الأسرة أو الأصدقاء والقلق العام والإرهاك المهني وضغوط ما بعد الصدمة وأشارت الدراسة أيضا أن ما بين 30 و60% من مرضى كوفيد 19 يعانون من تأثر جهازهم العصبي المركزي والطرفي وهو ما أدي إلى مشاكل مختلفة ويعد الهديان أكثر المتلازمات العصبية النفسية حدة وتكرارا التي يعاني منها مرضى كوفيد 19 تليه حالة من الاكتئاب والقلق فيما يعد الاكتئاب والأرهاك من الاترابات التي تدوم طويلا وحد سمعت برشلونة للصحة العالمية على وضع استراتيجيات خاصة بالحماية الاجتماعية لمكافحة المشكلات الناشية عن البطالة والخصارة غير المتوقعة للأحباء والوحدة والعزلة مع ضمان توفير خدمات الاتساسية وتمويل الخدمات الاجتماعية لمساعدة الأسر المحتاجة هذا ما كتبته صحيفة المصر اليوم صباح اليوم شكرا لكم